بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نشتغل بقى على التايم لاين بالشكل المزبوط عندنا ثلاثة أنواع من الحرقة أول حاجة الشيب توين ثاني حاجة السيمبل توين ثالث حاجة الموشن توين هنبدأ بالشيب توين عشان هي أسهلهم للدرج من السهل الصعب هنفتح أكشى سكريبت 3 ونقول 800 في 500 ونعمل عشان يبان فيها الألوان ويبان فيها الحجم وقبل أي حاجة هنعمل ونقول مسلا ده الشيب توين الشيب توين اللي كواعد لازم أبقى فاهمها كويس أولا هو ما بتعملش مع أي حاجة خالص إلا الشيب ما بتعملش مع جروب وما بتعملش مع موفيكليب وما بتعملش مع بوتن هو بتعمل فقط و هو بتعمل بس مع الشيب بجميع أشكال طيب تعال نشوف هنعمل إيه هنشيل ونعمل حاجة بسيطة خالص ماشي خليها اللون ده ونعمل مربع بالشكل ده طبعا أنا دوست شفت عشان يطلع لي مربع منتظم الأضلع زي كده هضغط في من الكيبورد عشان أروح على السيليكشن مود وعمل ده في النص تمام واجي على مثلا الفرايم 30 وقول له انسرت بلانك كيفرايم ليه اللي أنا عايز أعمل شكل تاني هنا بحيث ان ده يتحول لده يبقى باجي على هنا واقول له اعمل لي دايرة تمام ونخلي نخليها بالأحمر ونخليها في النص بالضبط زي ما عملنا مع عشيب ونيجي في الحتة اللي بين الفرامين يبقى بصت بأخد بالك يبقى أول قاعدة لازم يكون شيب من نوع الشيب فوقه تمام ده شيب وده شيب التاني قاعدة لازم يكون فيه فرامين عشان يعمل بينهم الحركة بتاعتي زي ما قلنا قبل كده كواعدة لازم يكون فيه شكل نهائي وشكل بدائي يعني بدائي والنهاية بتعمل بينهم رفاين او حركة يبقى باجي هنا بعمل كليك يمين في الحاجة تل في النص دي وعندي ثلاث انواع كريت موشن توين شيب توين كلاسيك توين هاخد الشيب توين لو جيت عملت اي حاجة من دول طبعا ما ينفعش لان ده شيب يبقى الشيب توين بلاقي عملي حركة بينهم وحولي المربع من الشكل المربع الى الدايرة وخلهول من الاخدر او الاصفر للأحمر بالشكل ده تعالي نعمل لوب نستفيد بقى من دراسنا لقبل كده enter وصل لحاجة زي كده جميل طب افرد بقى مسلا انا رحت جاي مسلا عامل كده اضغط على ده وبعدين اضغط على alt واسحب هناخد مثل الاربعين ونرجع ده للعشرين ماشي ونيجي نعمل بينهم شيب توين يبقى انا خدت الاولاني اللي هو المربع وخليته يحول من المربع لدايرة وبعدين من دايرة لمربع تاني لوب بلاي يبقى الطريقة مستمرة بالشكل ده وده اللي بتشوفه في افلام الكارتون لو انت شايف افلام الكارتون الشمس بص لقى مثلا جابلك صورة شمس كده وتحولت ليلت وتحولت لأمر بعملها ازاي اهي ده راح جاي اليرج ده اقدي الشمس جميل افكار بقى تانية واي دي هناخد نفس الشمس دي بalt كويس غير لي بقى اللون بتاعها وتعالى اعمل هنا F6 وتعالى اقطع بقى الشيب ده كده مسلا احنا فين في F6 تمام واطلع بارك هي اضغطة وبعد امسك تاني الشيب اقطع لي الشيب بالشكل ده وحول دي للأبيض يبقى اصبح عندي شمس وعندي أمر فهنا بروح جاي على الحتة دي وتقول create shape twin بتروح جاية اتحولت لك الشمس اللي أمر بالشكل ده طبعا احنا نسينا دي نسينا دي طبعا في اول فانا هشيلها خالص فهتبص تلاقي مثلا لو تستفريم command enter او control enter يبقى حاجزا كده طبعا انت ممكن تعمل تشيل شوية فرامات انا هشيل دول مثلا وقول له remove frames control enter طبعا اختفى لاني هنا طبعا ما بيكملش بروح مختفي كده فانت بتروح جاي اعمل هنا F5 عشان جدا انه ظاهر خليها مثلا لغاية 20 وده اللي بتشوف افلام الكارتون تمام حاجزا كده طيب ايه تاني ممكن تعمل شبتوين بطريقة ادي مثلا خط الخط ده هنخليه بالنفسجي ونروح جايين بشفت وسحبين واجي مثلا على النص كده وضغط control وروح سحب سحب صغيرة كده تمام وراح الرافع دي فوق وراح منازل دي تحت بقى عندي خطة عامل كده تمام باجي عند الفريم ده واقول له F6 تمام وراح جاي مسلا على موديفي وراح اعاكس الشكل بحريزنتل بالشكل كده وراح جاي بينهم وراح اقل له سيرتي شبتوين وراح عامل لي حاجة دي كده اهو خد بالك يعني خد بالك من الحاجات دي وطبق معي عشان الفيديو الجاي هنعمل بروجيكت كامل سياحي بالشيبتوين هتقول لي ازاي هقولك اه احنا وقفنا كده على اساسيات الشيبتوين وتعالا بقى نشوف الفيديو الجاي هنعمل في ايه بنسبة للمشروع السياحي سلام عليكم